احمد احنا حسنا برضو بحاجة غريبة شوي. احنا عندها تشكيلة محترمة صحة للمنتخب الريبي. بس تشكيلة كانت بلا بدائل. غاب لاعب اتنين تلاتة انت حسيت ان بقى فيه مشكلة كبيرة جدا. هل ده يبقى اسمه جيل جيد ولا تشكيلة جيدة? لا اه طبعا تشكيلة جيدة. لان هو الراجل يعني اتظلم برضو بصراحة. خلنا نكون واقعين. اه. الظروف اللي في الدوري واللعيبة اللي تروح واللعيبة اللي مجيش هو تأيد في الناس اللي هو عايزها في الناس. ف انا في رأيي يعني اللي حصل ده لو مش مباراة المغرب بالشكل ده هو المركز الرابع في حده ذاته انجاز. يعني خلينا نقول كده اه مباراة المغرب بوزت الشكل شوية وخلت الامور مش. ولكن الراجل يعني انا يعني بشيط به الصراحة كمدير فني بيشتغل كويس جدا. وعلى قد المتاح اللي عنده قدر نواي حقا. يعني انت الفرقة يعني انت تكسب اسبانيا الفرقة الوحيدة لكسبت اسبانيا في البطولة انت. فعمل النتاج كويسة هو ماتش المغرب يعني اه خلى الشكل مش كويس في النهاية ولكن في حد ذاته اللي عمله ده يعتبر انجاز زي ما انت بتقول له كريم التشكيلة نفسها يعني بتحس انها نقصة. بتحس ان انت لو واحد وقع ما تلاقيش بديل ليه. فمع اللي بيحصل ده انا شايف انه هو على قد المستطاع قدر يعمل حاجة كويسة. ماتش المغرب بوز شوية ولكن في حد ذاته ما قدرش هلوم ميكالي كمدير فني انه هو مع الفرقة اللي معاه دي والزروف اللي كان فيها. فانا شايف انه هو ده حاجة كويسة جدا.